اشتركوا في القناة الذي تولي له مملكة البحرين كل العناية والاهتمام مسابقة القارئ العالمي عبر الانترنت احدى تلك الثمرات والتي تحظى برعاية حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة اليوم تخط اسمها في نسختها الثالثة وقد خطت خطوات متقدمة انتهت من خلالها المرحلة الاولى وفي ظل هذه البوتقة المشعة بالنور والايمان كشف السيد عبدالله عبدالعزيز العمري مدير ادارة شؤون القرآن الكريم في وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف عن تأهل الف متسابق للانتقال الى المرحلة الثانية حيث بلغ عدد المحكمين الذين قيموا الاف المشاركات نحو خمسة وستين محكم قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم مسابقة تحمل في جنباتها مراحل عدة حيث سيقوم المتأهلون باداء اختبارات جديدة في التلاوات وفي ثلاثة فروع وهي القارئ المجود والقارئ المرتل والقارئ الصغير بينما ستتم المرحلتان الرابعة والخامسة في البحرين باختيار خمسة متسابقين للتصفيات النهائية اذ سيقام الحفل الختامي للمسابقة في المنامة في ابريل المقبل لتكريم الفائزين جهود دؤوبة وعمل متواصل على مدار العام في سبيل اخراج لوحة خلابة ترسمها المملكة في العمل القرآني تتوجها هذه المسابقة التي يساهم فيها احد عشر مندوبا من مختلف الدول العربية والاسلامية للترويج عن المسابقة والتواصل مع المؤسسات القرآنية والمتسابقين المتأهلين خدمة القرآن الكريم وتشجيع جميع الفئات العمرية على الاقبال على تلاوته وترتيله مما لا شك فيه احدى اولويات المملكة في العناية بالقرآن الكريم على المستوى المحلي والعالمي اشتركوا في القناة